نافذة أمل جديدة نحو تسوية الأزمة الليبية يفتحها هذه المرة رئيس مجلس النواب عقيل صالح كشف صالحاً تحركات داخل المجلس لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وحدد مهام السلطة المقترحة في توفير الأمن وتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد ووقف التدخلات الخارجية وبالتوازي مع مساعي تشكيل هذه السلطة كشف صالح عن تقدم في طريق الأعداد لإجراء الانتخابات وقال إن مجلس النواب يعكف على صياغة قوانين انتخاب توافقية يقبلها جميع الأطراف واستند في طرحه المتفائل نحو الحل إلى بعض النجاحات التي تحققت في ليبيا ومنها وقف القتال وإقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عام 2011 ليكون القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات ولجأ المجلس إلى هذا الخيار بعد فشل اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة في التوافق على القاعدة الدستورية ومن المرجح أن يصطدم طرح عقيل صالح بواقع الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا بالتنازع بين حكومتين ويأتي هذا الطرح وسط زخم دولي يهدف إلى حل حالة الأزمة الليبية أحدث التحركات لقاءة المبعوث الدولي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في الولايات المتحدة واجتماعه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن وأكد باتيلي وبلينكن خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الحالي موسيقى